من أخطر المواضيع اللي قالها هو هذا الموضوع الجيش تأكلم مع الوضع وتأكلم مع الناه الجيش ضحى بالنفس والنفس وهذه اللي يقولوا الشعارات المدنية مش هكاريهم الناس اللي اخذوا طريحا من عن الجيش الوطني الشعبي لما بغواوا يستوروا على الحكم بالقوة قال لي نعودوها هذه نعودوها الجيش تأكلم مع الوضع وتأكلم مع الناه الجيش ضحى بالنفس ونفيس وهذا اللي يقولوا الشعارات مدنية مش عسكرية هم النس اللي اخذوا طريحة منع الجيش الوطني الشعبي لما بغواوا يستولوا على الحكم بالقوة تسينت نفس الشعارات تسينية تخرج دروك ونفس الشعارات يكررها حركة اخرى في دول اخرى عربية كم هي هذه ربع وثلاثين ثانية بالضبط جملة كبيرة من الاكذيب اول شي قال لك هذه الشعارات مدنية مش عسكرية هما هذو انتع تسعينات هنا رانا امام حلين امام قضيتين هنا انا امام قضيتين نعم اخواني راني جاي الموضوع والحرائق اللي راهي في الحقيقة خاصة في منطقة تزيوزو رايح حرائقة رهيبة جدا راح نختم بها الحديث راني على علم الموضوع قبل ان ندخل لايف كنت شفت الام شديدة يعني والحقيقة مش تزيوزو فقط اماكن اخرى ايضا راهي حرائقة رهيبة وعلى الارجح مفتعلة على الارجح لانها انطلقت في نفس الوقت توقيت تقريبا لكن بعد ما نعلق على موضوعين ما زل باقي ما زلت باقي معاكم حوالي ربع ساعة من الان اول حاجة في هذه ربع وثلاثين ثانية كما قلت جاء قال لك باللي الناس هذه الشعارات تاع تسعينات نحن امام حاجة من حاجتين اما بالفعل وش يقول صح او بالفعل وش يقول كذب يعني هذا هو المنطق يعني هل كانت في التسعينات شعارات دولة مدنية طبعا الناس كلها تقدر تجاوب على هذا السؤال نعم كانت شعارة دولة اسلامية وقد تتضمن دولة اسلامية كلمت معنى دولة مدنية لكن عمرها ولكنت شعارات دولة مدنية شعارات يومها شعارات الجبهة الاسلامية للانقاذ عندما كانت حزب معترف به وخاذ الانتخابات البلدية والولائية ثم الانتخابات الشرعية كانت شعاراته اسلامية مشروعه هذا هو مشروعه وهذا المشروع مشاو معه ملايين الجزائريين شاء من شاء وابا من شاء ابا هذه الحقائق التاريخ هذا التاريخ دركة تقدر تعترض عليه نقدر نعترض عليه نقدر نكون ضده تقدر تكون ضده خمسين بالمئة سبعين في المئة مئة في المئة واحد في المئة هذا كل واحد ورأيه من حقه لكن هذه حقيقة تاريخية اذا يا تبون انت تكذب سعينات لم يكن فيها شعارات الدولة المدنية اللهم إلا إذا كان فهمكم أن انتصار الفيس يؤدي إلى دولة مدنية وهنا نرجع إلى نقطة مركزية وهو قلتانا لكثير من إخواني قلت في كثير من مرات قلت لهم أن الانقلاب وقع على الفيس لأنه تصادف أنه كان الفيس لكن لو كان الأففاس يومها هو اللي يفاس بالأغلبية كان سيقع عليه الانقلاب واليوم يأكد تبون هذا الموضوع لو كان أي حزب إسلامي علماني ووطني هو اللي يقع عليه خرج لفلان اللي هي انتاحهم اللي هي فاندو كوميرس دايرين به لفلان أي حزب مدني فاز يومها أو يفوز في المستقبل تحت حكم العسكر ينقلبوا عليه هم ضد الدولة المدنية سواء كانت بتعبيراتها الإسلامية أو بتعبيراتها الوطنية فقط أو بتعبيراتها العلمانية فقط هم ضد الدولة المدنية واليوم هو في هذا يعترف بصريح العبارة ويزيد يوضيف شيء يقول لك أعطاهم الجيش طريحة ماشي الجيش اللي اعتهم طريحة ماشي الجيش في الحقيقة الجيش عناصر الجيش وعناصر الشرطة طحنوا طحن كما طحن الشعب كما طحنوا باعترافكم أنتم أكثر من مئتين ألف قتيل منهم عشرات الآلاف من عناصر الجيش ومن عناصر الشرطة وهذا التعلى عناصر الجيش بالمناسبة أغلبيتهم رتب صغيرة أو حتى رتب ضباط وكثيرين منهم كانوا من أبناء الشعب انتعى الخدمة الوطنية أو كانوا شرطة أو كانوا درك أو كانوا غيرهم إذن كانوا مثلا أبناء الشعب والأمر الآخر أن الأغلبية الغالبة ذبحوا في مجازر وفي ضمار هائل تسميها أن تعطيهم طريحة يعني أنت الحرب القذرة التي شنها جنيرالات قادهم نزار كابران عند فرنسا ومعاه ست كابرانات أخرين تاع فرنسا والسابع موش منهم اللي هو توفيق ثمان جنيرالات أصبحوا جنيرالات سبعة منهم كانوا كابرانات عند فرنسا تعتبرها أنها طريحة لإصحاب مشروع الدولة المدنية في التسعينات هذا هو نظرتك وتقديرك ورسمك لما حدث في التسعينات هذا أبشع من أحاديث نزار وأبشع من اللي كانوا مع نزار كابرانات عنده لما تكلموا كانوا يتخباوا ما كانوا يقولوها بهذه الطريقة كانوا يقولوا هذو كانوا يجيبونا طاليبان حبوا يديرونا أفغانستان يجيبونا السودان يديرونا من يشعر في خطر أخضر خطر على أوروبا كانوا يقولوا هذا انترك تقول باللي هذون هما دعاة الدولة المدنية أي أن هؤلاء دارك نوريهم لك نعود نذكرك بهم أنا عارف باللي هذه الأشياء ترعبك وتكرهوها أكثر من ما تكرهون الشيطان دارك نوريهم لك دارك نوريهم لك دارك نوريهم لك دارك نوريهم لك كلها معمر الله يبارك كلها معمر الله يبارك هذا واحدة فقط طبعا هناك آلاف الفيديوهات التي تنادي بدولة مدنية واللي خرجت وهذه كانت يوم 12 ديسامبر في العاصمة وخرجت تقول تببون مزور ما كانش الانتخابات مع العصابات يوم 13 خرجوا تببون مزور يجيبوها العسكر وهذه مثلا من جيجل موسيقى هذه في مدينة متوسطة تعداد السكان وهي جيجلي كمثال وطبعاً نقدر نجيب لك الآن مئات الفيديوهات لمش آلاف من كل المدن تنادي بدولة مدنية ماشية عسكرية انت الآن رك تقول باللي أصحاب مشروع دولة مدنية ماشية عسكرية أولاً تقول تعي تسعينات وثانياً تقول الجيش عطاهم طريحة ماشي الجيش كان قلاب عسكري ودخل البلاد فيه كوارث وجرائم ومئتين ألف قتيل وتدمير الاقتصاد وتدمير الأسر وهروب الناس وتعذيب وقتل تعتبروا عن الجيش عطاها طريحة والأمر الثالث هو أنك تعتبر مطالب الجزائريين بدولة مدنية في القرن الواحد وعشرين وإحنانا داخلين الآن على قريب نكملوا الربع الأول من القرن الواحد وعشرين تعتبرها مؤامرة وليست مطلب شعبي مما يعني هنا رك تعترف أننا في دولة عسكرية ورك تعترف أنك خضرة فقشاء ورك تعترف أن الدولة المدنية مرعبة لكم وأنك أنت لا تمثل دولة مدنية إنما تمثل طغمة عسكرية حاكمة بالحديد والنار إنما تمثل دولة عسكرية طغمة عسكرية نظام عسكري لأنك ضد الدولة المدنية وتريد أن تشيطنها إلى درجة أنك وكأنك عندما تقول هما اللي داروها في التسعينات خلش هذا وشاكم تقولون الغرب تقولون لهذا الحرك رح يجب لكم الإسلاميين هذا الحرك رح يجب لكم تحت تسعينات صح الحرك رأي يقول دولة مدنية هذه أيضا صفعة شديدة لكل من ظن منكم أو من ظن فيكم أنكم بالفعل من طيار علماني أو طيار إسلامي أو طيار وطني أو طيار إلحادي أو طيار ليبرالي لظن أنكم أنتم ربما تمشوا إلى دولة مدنية وهذا ضربة شديدة لما كتبتوه في دستوركم لأخير بأن الحراق مبارك وأصيل ذكرك تقول باللي هذا لا 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 هذا مش حراق مبارك وأصيل هذا الدولة المدنية هذا التع تسعينات كذب من جهة مما يثبت عليك الكذب المستمر والمتواصل ولكنها أيضا بالنسبة للجزائريين يعطيهم اللي كان عندهم آمل واحد في المليون فيكم اليوم يعرفوا بأنك لست أكثر من ممثل للطغمة عسكرية لا نقول جيش الجيش وجيشنا والناس يعرفوا أن هذه الشعارات قيلت في هذا المكان ألاف المرات والشرطة والدرك إخوتنا والناس يعرفوا كنا دائما نستثنوا منهم المفسدين والمجرمين اللي يحقروا الناس لكن قلنا أنه في المجمل الجيش والشرطة والدرك إخوتنا وهم أبناء شعب إنما نحن نتكلم على طغمة عسكرية ليست كل الجنرالات هناك أكثر من 500 جنرال اليوم في البلاد ولكن نحن نتحدث على أقصى تقدير على 30 جنرال اللي فيدهم القرار السياسي ومنهم 7 أو 8 اللي فيدهم القرار في مطلق الأحوال بهذا التعريف دعونا نسمعوه نسمعوه شي يقول باش شوفوا تفكير ليه موجود عندهم وباش تعرفوا أنا حينما نقول أن هذا صراع وجودي مع كمشة من المجرمين تريد أن يستمر حكم عسكري طاغي يمثله بضعة جنرالات فاشلين جهلاء متخلفين رديئين مرتبطين بوخيانات خارجية ما عناش نتبلوا عليهم وأن الصراع معه موجودي كما قال الشعب يحنا ينتم ما عناش تبلوا عليهم لأن نظرتهم نظرة فيها احتقار إضافة إلى الكذب إضافة إلى الخدع